بعد أن قامت قوات الثورة الإيرانية بالحكم شنقا على علي أشتر للتهمة بالتعاون والعمل لصالح الموساد الإسرائيلي ما زالت الجمهورية الإيرانية مستمرة في مشروع البحث وراء الجواسيس الذين يتلقون الأوامر من الموساد الإسرائيلي فاليوم أعلن قائد قوات الثورة الإيرانية محمد جعفر عن اكتشاف خلية تجاسس أخرى قد عملت لمصالح الموساد الإسرائيلي منذ الفترة السابقة فقد قامت بجمع معلومات سرية عن شخصيات سياسية إيرانية وعن مناطق أمنية في إيران قوات الأمن الإيرانية بقيادة جعفر لم تكشف عن أسماء أعضاء الخلية حتى الآن وحسب إدعائهم بأنه في الأيام المقبلة سوف تتضح معالم هذه الخلية على أكمل وجه الأمر الذي سوف يقلق الطرف الإسرائيلي بشكل واصح حسب إدعاء قوات الثورة الإيرانية التي تقول بأن هناك خليات أخرى إسرائيلية تعاونت مع الموساد في السابق وبأنها وعدت ما سوف تلقي القبض على هذه الخليات